المعمل المركز المناخ الزراعي أحد معامل مركز بحوظ زراعية تابع لوزارة الزراع واصطلاح الأراضي المعمل المركز المناخ الزراعي أنشأ بالقرار الوزاري سنة 1996 بيحتوي المعمل على أربع أقسام متنوعة في النشاط البحثي الخاص بيها القسم الأول تطبيقات أرصاد الجوية الزراعية وده بيعتني بالرصد العوامل المناخية الزراعية واللي من شأنها بعد كده نقدر نستخدمها في برامج متخصصة نقدر نحدد بها احتياجات الراي نقدر ننشر نشرات تحذيرية للمزارع لمقاومة التغيرات المناخية المختلفة في نفس الوقت عندنا قسم بحوظ الزراع بدون تربة وقسم بحوظ الزراع بدون تربة تتنوع البحوظ بتاعته ما بين بحوظ زراعة المدن وده الخاصة به زراعة الأسطح وفي نفس الوقت عندنا بحوظ زراعة بدون تربة في الصوب للإنتاج التجاري فيه عندنا قسم بحوظ الزراع البيولوجية وده بيعتني بكل النشاطات البحثية الخاصة بالزراعة الحيوية وبرضا مع نشاط القسم بيتم زراعة أنواع مختلفة من المشروم كمصدر غذائي طبيعي وصحي فيه القسم الأخير قسم تعديل المناخ وده بيختص بتعديل المناخ الضقيق الموجود فيه سواء الصوب الزراعية سواء في البيوت المحمية سواء في الحزائر وده بيختص بإيه الإجراءات المتابعة فيه عملية تعديل زروف المناخ الضقيق في البيوت المحمية المعمل مركزي المناخ الضراعي بتتنوع أنشطته البحثية والإرشادية بيقدم المعمل المركزي المناخ الضراعي مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية اللي بتهم المزارع وبتهم حتى المواطن العادي من خلال دورات خاصة بالزراعة فوق أسطح المنازل وده بتهم المواطن العادي طبعا أكتر من المزارع وعندنا برضك بالإضافة لديه فيه دورات خاصة بالمزارعين والمنسن الزراعين وكمان الباحثين بتتنوع الدورات ديه من دورات خاصة بالرأي وتحديد الاحتياجات المائية دورات خاصة بالتسميد دورات خاصة بالزراعة بدون تربة في السواب التجارية دورات خاصة بالزراعة المحمية سواء لمحاصيل الخضر أو لمحاصيل الفكهة دورات خاصة بإنتاج المشروم برضك فيه في الآخر دورات خاصة بعملية القمر للمخالفات الزراعية وكمان قمر مخلفات الموضم العضوية باستخدام طرق حيوية ويمكن جديدة عن مجتمع المصري زي طريقة القمر بدودة الأرض الدورة الأخيرة اللي بنقدمها ده نشاط بحسي يمكن المعمل قايم به من فطرة بسيطة يعني يعتبر أحدث النشاط بتاعتنا وده خاص بزراع الزكية ولما بدأتكلم عن حتة الزراع الزكية والنشاط بيتضلع بالمسؤولية دلوقتي ومركز نشاطه في الجهة دي على أساس أن نحن نستفيد من النظم الزراعية الحديثة في أن نساعد الفلاح المصري والمزارع المصري على التغلب على التغيرات الملخية المختلفة على تنظيم عملية الرأي عنده على توفير استخدام الطاقة يمكن حضراتكم شايفين الزراع بدون تربة في أحد النماذج الموجودة عندنا في المعمل وإحنا هنا بنتنوع ويمكن المعمل ينفرد في النشاط البحسي الخاص بزراع بدون تربة لأنه نشاط اتدأ في المعمل مركز مناخ الزراع من سنة 1996 وقدم فيه مجهود وافر الحمد والشكر لله المعمل عنده 15 براءة اختراع مختلفة المعمل فايز بأكتر من 5 جوائز دولية منهم جاهزتين بس في مجال الزراع بدون تربة مجموعة كبيرة من التجارب البحسية الزراعية اللي بتتم فيه المعمل المركز المناخ الزراعي سواء فيها بنجرب نباتات مختلفة أنواع مختلفة من نباتات بنجرب أنواع مختلفة من نظم الزراع بدون تربة اللي تناسب الزروف المصرية عندنا بردك شغل تطوير للنظم المختلفة بحيث يبقى عندي نظم محلية وأعمل توطين للتكنولوجي والنالج المعرفة الخاصة بشغل الزراع بدون تربة بالإضافة المجموعة كبيرة من البحوث الخاصة بزراع المحمية والصوب الزراعية ودي اللي بتهم المزارعين المصريين تحت ظروف التغيرات المناخية وعملية تعديل المناخ الدقيق جوه الصوب طبعا دي حضراتكو لاحزنا وكلنا موجات الحرارية اللي بتحصل في الصيف بنلاحظ برضك أن أحيانا بتيجي أوقات في حصل فيها سقيعة في الشتاء المعمل من خلال البحوث دي بيقدم مجموعة من الأفكار مجموعة من البحوث اللي تخدم المزارع المصري عشان يكون عنده قدرة أكثر أو أكثر مرونة أنه يتغلب على مشاكل الزراعات المناخية المختلفة بالإضافة المجموعة برضك خاصة من البحوث دي ترتبط بنشاط الزراع العضوية ونشاط الزراع الحيوية ودي برضك الهدف منها أن احنا نخدم الاتجاه العام أن احنا نتوجه نحو الزراع العضوية أكثر وأكثر لإنتاج منتج صحي وغزائي في نفس الوقت مجموعة من البحوث الخاصة والتي تتلقم بقى أكثر مع شغل الزراع الزكية وعملية الري الحديث وزي أنا عمل عملية تنظيم لعملية الري إزاي معظم الاستخدام بتاع النقطة المية من حيث الانتاج من حيث الربحية ودي بتي بقى نقطة هامة جدا في مجال توفير الري طبعا بنتم استخدام مجموعة محطات الأرصاد الجوية الزراعية عشان نقدر نحدد ايه لاحتياجات المية والنباتات بالإضافة للمساهمة بتاعت المعملة القوية دلوقتي احنا بنتطور مجموعة كمان من المستشعرات ومجموعة من النظم الخاصة بالري الزكي ولما بنتكلم هنا عن الري الزكي ازاي الري يتم بصورة أوتوميتيكية وتبقى لإحتياجات النبات وتبقى للظروف المناخية ومرحلة نمو النبات طبعا الهدف من كل البحوث ديت هي خدمة المزارع المصري ويمكن ممكن نتجاوز شوية مش المزارع المصري وبس لا لا نحن نتكلم كمان عن المزارع العربي وفي مجموعة من التطورات اللي احنا بنحاول نعملها نحن نوصل بيها لمستوى أعلى كمان من المزارع العربي قطعة المعمل مركز المناخ الزراعي النشاط الخاص به الزراع فوق أصوح المنازل وده بيقوم المعمل فيه بجهد وافر وابتدى الجهد دوت من سنة 2001 وكنا الجهة الوحيدة في مصر اللي قامت بالدور دوت من خلال المشروع مشترك ما بين المعمل مركز المناخ الزراعي ومنظمة الأخذية والزراعة ونظمة الفاو وده كان بداية المشروع دوت في مصر المعمل بيحاول بقدر تقطع في أنه بيطور نظم مختلفة تكون بسيطة تكون لها كفاءة عالية جدا في إنتاج الأخذية فوق أسطح المنازل المعمل بيعمل مجموعة من النشاطات الخاصة بالموضوع دوت نحيس الأسطح مختلفة كمواقع إرشادية وتدريبية في نفس الوقت بيقدم مجموعة من الدورات التدريبية بترتقي بالشخص القائم أو اللي بيحب أنه يشتغل في نشاط بتاع الزراع عبدون تربة نشاط الزراع عبدون تربة مش مجرب بس إن احنا بنزرع عشان ناكل لا ده ليه أهداف كتيرة جدا لما بنتكلم على أهمية زراع عبدون تربة في توفير أو إنتاج غزاء صحي وطازق إحنا بنتكلم من ناحية صحية بنتكلم من ناحية اجتماعية بنتكلم من ناحية اقتصادية بنتكلم من نواحي متعددة كتيرة جدا حتى لو خدنا أبسط ناحية فيها الناحية الثقافية والناحية السلوكية والاجتماعية إزاي بنتطور الإنسان المنصري إن هو يعرف يزرع يبقى عنده المسئولية يبقى عنده إزاي راعي نبات يعني إحنا بنغير كمان يعني زراعة الأسطح مش مجرد نشاط زراعي فقط لا ده نشاط لأوجه عديدة جدا طبعا النشاط البيئي بيبقى واضح فيه بيخفف من درجات حرارة الأسطح العليا بينتك الغزاء الصحي وطازق بنحاول نوفر فيه كميات المية اللي بتستهلك ولازم هنا بقى الثقافة الموازية لزراعة الأسطح من خلال إن يبقى فيه ثقافة السلوك في استخدام المية ما يبقاش عندي هاضر في استخدام المية سواء في المطابق بتاعتنا أو الحمامات أو حتى في غسيل السيارات لازم نوفر نقطة المية في كل استخدام الهدف من زراعة الأسطح نحن بنحاول ندور نحن نخلق مساحات خضرة وخصوصا في المدن الضخمة ولما بنكلم على مدن زي القاهرة للأسف شديد بنعاني شوية من المناطق الخضرة نحن بنخلي هنا كل بيت ريئة خضرة جديدة متنفس جديد في نفس الوقت منتج للخضر ويمكن بنركز أكتر على الخضرة والرقية لأنها طبعا لها قيمة صحية وغذائية عالية جدا بنحاول نرجحها تاني بقدر إمكاننا فنشاط زراعة الأسطح نشاط متنوع بشدة في أوجه متعددة يمكن إحنا كمان ربطنا في المعمل مركز مناخ الزراعي نشاط القمر بدودة الأرض وبنتستخدم فيها أنواع من دودة الأرض بتعمل على تدوير المخلفات العضوية المخلفات العضوية اللي طالع من المطابخ لو بواقي رز بواقي مكارونا بواقي عيش كارتون ورق تفل شاي بون إشر خضار بواقي فاكهة الأنواع المختلفة من دودة الأرض دي بتأكل أو بتتغذى أو بتعمل عملية إعادة تدوير للمخلفات دي تحولها للفيرمي كومبوست اللي هو معناها مجمورة دودة الأرض اللي أنا قادر أخذ مجمورة دودة الأرض دي وأطلع بيها فوق السفحة أستخدمها كسماد أستخدمها كبيئة أستخدمها كمبيت حاوي ضد الأمراض المختلفة وبالتالي هنا بنعمل دايرة مقفولة بنعمل المخلفات بتاعتنا وفي نفس الوقت بننتي الغذاء الصحي ونظيف وطازق للمواطنين ونحافظ على البيئة بتاعتنا العمل بيبدأ من شبكة المحطات اللي متوزع على مستوى الجمهورية وعندنا عدد محطات دلوقتي وصل ستين محطة متوزع على كل المناطق الزراعية في مصر سواء مناطق إصلاح حديثة أو قديمة والوادي والدلتة والسحرة الغربية والسحرة الشرقية بما فيهم الشمال وجنو السين المحطات الأولى بتسجل بيانات بتخدم كل المزارعين والباحثين أو حتى المستثمين في الأراضي الجديدة النائوين أو عندهم استعداد إنهم يستثمروا في مجال الزراعة بنمدهم ببيانات الأرصاد عشان يشوف يزرع إيه ويستثمر إيه في الفلوسة اللي يصرفها والتكلفة اللي هي يقوم بيها تكون ذات عائد وذات جدوى في المنطقة دي عشان يحدد المحصول اللي يشتغل عليه لأن من غير تحديد المناخ في المنطقة ومعرفته مش هيقدر يحدد المحصول اللي يشتغل عليه أو إذا كان هينتج إنتاج يدر عليه بالعائد أو لا فبالتالي بنغطي كل المناطق للإصلاح الحديثة وفيهم المستقبل المصر والدلتة الجديدة لنا برضو محطات أرصاد وكل ما يتوسع في مناطق للإصلاح الحديثة بنتوسع بمحطاتنا عشان نغطيها ونخدم كل المزارعين بنمدوهم بكل بنات الأرصاد من حرارة وارطوبة وسرعة رياح وشعة شمس وكمية المطر ونحسبهم كمات الإحتاجات المائلة المحصيل كمات الأسمدة والإحتاجات السمادية المحصيل وإحتاجات البرود للأشجار متسقطة سواء عنب أو خوخ أو تفاح أو مشمش أو برقوق أو النقليات أو زيتون كل دول بنحسبهم إحتاجات البرود عشان يقدر يشوف النبات خد إحتاجاته من البرود أو لا وعشان يشوف هي يضيف أو رش كسرات السكون وأيضا يقدر نشوف المحصيل اللي تجود في المنطقة دي بناء على معرفة بيانات الأرصاد الجوال المنطقة دي ويشوف هي يبدأ يزرع إيه بالزبط ويشوف معادة الزراعة المناسب ومعادة الحصاد المناسب عشان يشوف المعاملات مع بعض الحصاد وإذا كان يعمل تصنيع زراعي إذا كنا يشوف هي يغطي الكمية اللي ينتجها أتلاقي مجال في السوق عشان تصنيع أو لا بيمفهم أيضا الصغار المزارعين بيمددهم أيضا ببنات الأرصاد عن طريق جزء إرشاد الزراعي اللي عندنا وكمان قناة مصر الزراعية برضو بيتزيع نشرات الأرصاد الزراعية للمزارعين على مستوى الجمهورية بحيث أننا هنقدر نغطي أكبر عدد وأكبر أماكن ممكنة على مستوى الجمهورية بيمفهم أيضا بمحطات البحثة الزراعية اللي عندنا المنتشر على مستوى الجمهورية جميع المحطات البحثة عندنا فيها محطات أرصاد وجميع الباحثين اللي شغالين في المحطات دي بلا بحث بتاعتهم بيستفيدوا من بيانات الأرصاد في التجارب البحثية عشان يربطوها يربطوا التجارب بتاعتهم بزرفة مناخية وخصة أنه لوقت نعاني في زرفة مناخية اللي أصبح المناخ غير مستقر المتداخل الفصول تداخلت في بعضها فبالتالي لازم يكون كل باحث أو كل مزارع أو كل مستثمر يعرف بينات الأرصاد وطرف المناخية التي تغيرت في المنطقة بتاعته عشان يقدر يوصل إلى أعلى محصول وأعلى إنتاجية وبالتالي أعلى عائد ممكن وكمان ننتج محصيل تفيد التصدير عشان ده هو ده الهدف من كل المستثمرين الكبار وكل هدف الدولة أنها توسع في التصدير فبالتالي نحن نقدر نزرع في أماكن ذات مناخ يجود أنها تطلع الإنتاج يكون مبكر عشان نقدر نصدر في أوقات مبكرة عن باقة الدول وكل نميزة نسبية في هذه النقطة ده بعد العمل اللي يقوم به نعمل مركز المناطق بالإضافة لأعمال كثيرة محطات أرصاد على مستوى الجمهورية وبتكوى من ستين محطة أرصاد كلها محطات حديثة بتبعت البيانات عن طريق شبكة المحمول وبنغطي بها كل المناطق البحثية زي ما قلنا وأيضاً بعض المزارع الخاصة بنحط فيها محطات لما ما فيش عندنا مكان تبع الوزارة نقدر نغطي به مكان وأيضاً المستثمرين الجدد بيستعانوا بخبراتنا وإستشاراتنا في أن نحن نركب عندهم محطات اللي هو يشتري على حسابه بنقدر نشرف له عليها ونقوم بالصيانة مقابل أن نستفيد من البيانات في بعض المناطق اللي هي المحطات بتغطيها لأن عندنا المحطات بتغطيها حوالي سبع عناصر أساسية وهي حرارة طبط الهواء والشعر الشمسي وكمية المطر وثرعة الرياح واتجاه الرياح وحرارة الطربة وإيصاً بنسر طبط الطربة وحرارة الطربة على عمق مختلفة وملحة الطربة على عمق مختلفة وكمان رقم الحمود على عمق مختلفة فكل على حسب الأجهزة مستخدمها على حسب ما بنستخدمها بنحط الأجهزة بتاعتنا اللي بتقدر تقسل الحاجات دي كلها المستثمر أو المزارع بيستفيد من الحاجات دي إنه لو عنده مستثمر كبير وعنده مجال للتصدير لما بيجي يدول الشهادة للتصدير سواء غورلت جاب أو يورو جاب فبالتالي كل ميزة نسبية إنه هو عنده الأجهزة دي موجودة عنده في المزارع بتاعته معناه إنه هو عنده الأجهزة دي معناه إنه هو الراجل بيشتغل برسل بعلم سليم وبينتج سمار أو محصول جيد وزاد جودة عالية لما بيجي إستعدام المبيدات بيستعدام لكمية أوليلة لأنه طبعا بيرش وقائي قبل أن يرش علاجي وبالتالي يقلل كمية للمبيدات وبالتالي يؤثر الفلوس وبالتالي المحصول المنتج يكون صحي ويقدر يخد عليه الشهادة الذي يصدر بيها بكل سهول وأيضا بيزيد إنتاجه لأنه طبعاً بيزرع في المعاد المناسب ولما كن يرش سماد بمعاد المناسب هيروف في معاد مناسب ذي يحصد في معاد مناسب فكل دي بيوفر عليه الهادر أو الهالك أو الغير صالح للتصدير في المحصول وبالتالي يكون عنده ميزة نسبية عن غيره من المزاعين اللي ما استضمش لنفس الأجهزة دي كله طيب الأجهزة دي بتفيدنا أيه بالنسبة لقضية العصر يا قضية التغيرات المناخية بتفيدنا أن الأجهزة دي أو المحاطة الأرصاد دي بتسجل لنا المناخ في المنطقة دي على عمر مسافات طويلة جدا 20-30 سنة وبالتالي بنا نتبع المناخ في المنطقة دي إذا كان حصل فيه تغيير أو ما حصلش وبالتالي بناء عليه بنقدر نشوف إيه المحاصيل اللي كان بتجود في السابق ما زالت تجود تحت الظروف المناخية دي أو موعدة الزراعة كمان اللي كان بتزرع في السابق ما زالت تجود في أنها تزرع في المعدة أو نغير الأصناف لأن فيه أصناف عندنا الخارطة الصنفية لكل محصول وخصوصاً مثلاً المحصول الأمح محصول استراتيجي فيه عندنا محاصيل بالأصناف معينة بتزرع في الدلتا فأصناف معينة بتزرع في وسط مصر وأصناف معينة بتزرع في الصعيد على حسب مقاومتها للجفاف والزرف المناخية وأيضا لتحمولها للأمراض المنتشرة في المنطقة دي وبالتالي نحن نواكب العصر ونحاول نزبط أمورنا ونحدث بياناتنا ومعلوماتنا عن موضوع التارت المناخية بحيث يكون نحن صباقين ونوجه المزارع والمستثمر الذي ينفعه في المرحلة دي والمرحلة السابقة دي